عقد الفريق الوطني الطبي لتصدي الفيروس كورونا مؤتمرا صحفيا في مركز ولي العهد للبحوث الطبية وتدريب المستشفى العسكري للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا وخلال المؤتمر أكد الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة أن الانتقال للمستوى الأصفر هو إجراء احترازي بالرغم من عدم انتشار متحور أوميكرون أن هذا الانتقال يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية بالرغم من عدم انتشار المتحور الجديد أوميكرون في مملكة البحرين والحمد لله وذلك من أجل مواصلة جهود الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين الحمد لله عندنا مكتسبات وهذه المكتسبات على صعيد مكافحة هذه الجائحة احتاجنا نحافظ عليها وهذا الأمر الذي احنا اتخذنا هو أمر احترازي مثل ما أخبرنا ندعو في هذا الصدد لضرورة الالتزام الجميع بإجراءات المستوى الأصفر والتي تم الإعلان عنها مسبقا كما وندعو جميع المؤهلين ممن تنطبق عليهم شروط الجرعة المنشطة التوجه مباشرة لأخذ التطعيم من المراكز الصحية التي تم الإعلان عنها مسبقا دون الحاجة للحصول على موعد ونحث الجميع للإقبال على التطعيم بجرعاته الكاملة والجرعة المنشطة في وقتها المحدد ووفق إجراءات آلية الإشارة الضوئية بالمستوى الأصفر فأن الحاصلين على الجرعة المنشطة يمارسون حياتهم بشكل يتوافق مع إجراءات المستوى الأخضر وهو ما يتوافق كذلك مع المعمول به في بعض الدول الشغيقة والصديقة فما يتخذ من إجراءاته اليوم في مملكة البحرين هو يعني يتوافق مع الدول القريبة مننا والشغيقة بالعكس إحنا كنا يمكن في مملكة البحرين كان عندنا مستوى من الاحتراز أقل بقليل جدا ولكن الآن هو في نفس المستوى مثل ما أخبرنا علينا اشتركوا في القناة